وبعد أن انتهى الخليفة سيدنا أبو بكر الصديق من حروب الردة في عقاب وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أن تم تدعيم أرقان المسلمين عد جيشا لغزو بلاد الشام وتحرير بيت المقدس وقدر عدد الجيش بأربعة وعشرين ألفا من جنود المسلمين وزحف جيش المسلمين شمالا وحارب الروم في معارك جانبية إلى أن وصل مشارف دمشق في حوران أما الروم فقد تجمعوا استعدادا للمعرقة الحاسمة في وادي اليرموق الفاصلة بين سوريا والأردن بعدد يقدر بعشرة أضعاف جيش المسلمين ومن ناحية أخرى قدم خالد بن الوليد على رأس جيش مجهز وتوحد الجيش بقيادة خالد بن الوليد ودارت المعرقة الفاصلة